في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هديه في معاملة الجاهل منها أن رجلا جاء إلى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فلما عطس رجل في القوم وهم يصلون قام هذا الرجل فقال يرحمك الله فنظر إليه وابتدره الصحابة رضوان الله عليهم بأبصارهم فقال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني بس خلاص أسكت يقول لكني سكت يعني سكت خلاص يقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني أنت معلم ما يسير تكون هذه الأساليب تستخدمها كن كالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أساليب التعليم أيضا تؤثر على المتعلم ترجمة نانسي قنقر